قال المصنف رحمه الله الرابعة الصبر على الأذى فيه قال الشارح وفقه الله ذكر المصنف رحمه الله بعد الدعوة الصبر وكأنه يقول لك إن الذي يسلك هذا الطريق تحصل له أمور كما حصلت للأنبياء والرسل عليهم السلام فلا بد من الصبر والصبر لغة الحبس وشرعا حبس النفس على أشياء وعن أشياء وقسم الإمام بن القيم رحمه الله الصبر إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الصبر على طاعة الله حتى تؤدى والقسم الثاني الصبر عن معصية الله حتى تجتنب والقسم الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة قال المصنف رحمه الله والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشارح وفقه الله بعد ذكر المسائل الأربعة ساق المصنف رحمه الله الدليل عليها من الكتاب وهي سورة العصر والمؤلف رحمه الله دائما يذكر المسألة مقرونة بالدليل لماذا؟ حتى يربي الطالب على الاتباع لا على التقليد وحتى تكون عند الطالب حجة يرد بها على المخالف وحتى يكون للطالب قدرة على استنباط الأحكام من أدلتها على أسس اشتركوا في القناة